حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن هشامي بن عروة عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال قال لي علي ينسى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة فلولا أن ابنته تحتي لا سألته فقلت يا رسول الله الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة قال يغسل فرجه ويتوضع وضوءه للصلاة حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال قدمت أنا وصاحبان لي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع عنوز فقال لي يا مقداد جزء البانها بيننا أرباعا فكنت أجزئه بيننا أرباعا فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتبعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى رويا فلو شربت نصيبه نصيبه فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدحة فلما فرغت أخذني ما قدوم وما حدث فقلت يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا فتسجيت وجعت أحدث نفسي فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائما ثم أتى القدحة فكشافه فلم ير شيئا فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني واغتنمت الدعوة فقمت إلى الشفرة فأخذتها ثم أتيت الأعنز فجعت أجتسها أيها أسمن فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا فحلبت حتى ملأت القدحة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي فقال بعض سوءاتك يا مقداد ما الخبر قلت اشرب شرب ثم الخبر فشرب حتى روي ثم نولني فشربت فقال ما الخبر فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء فهل لا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا فقلت إذا أصبتني وإياك البركة فما أبال من أخطأت حثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أنباءنا صفوان بن عمر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوب لهاتين العينين التين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو ددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغدب فجعتوا أعجبوا ما قالا إلا خيرا ثم أقبلا إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون لها إذ أخرجكم لا تعرفون تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثاني فجاء بفرقاء فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كفرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأن هل التي قال عز وجل الذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيو حتن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطائي بن يزيدة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدادي بن عمر وقال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضرباني بالسيف فقطع يدي ثم لاذا مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أقتله قال لا فعدت مرتين أو ثلاثا فقال لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعدت حسن هاشم بن القاسم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أصماعنا وأبصارنا من الجهد قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يقبلنا قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاث أعنوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا ألبنا بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنساء نصيبه ونرفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجيئوا من الليل فيصلي متسليما لا يوقظ نائما ويسمعوا ليقضانا ثم يأتي المسجد فيصلي فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه قال فأتني الشيطان ذات ليلة فقال محمد يأتي الأنصار فيضحفونه ويصيب عندهم به حاجة إلى هذه الجرعة فاشربها قال ما زال يزين لي حتى شربتها فلما وغلت في بطني وعرف أنه ليس إليها سبيل قال ندمني فقال ويحك ما صنعت شربت شراب محمد فيجيء ولا يراه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك قال وعلي شملة من صوف كلما رفعتها على رأسي خرجت قدمي وإذا أرست على قدمي خرج رأسي وجعل لا يجيء لنوم قال وأما صاحبي فنمى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كما كان يصلم ثم أتى المسجد فصل فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء قال قلت الآن يدعو علي فأهلك فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني قال فعمدت إلى الشملة فشددتها لي فأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمنوا فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه وقال أبو النظري مرة أخرى أن يحتلبوا فيه فحلبت فيه حتى علته الرغو ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد قال قلت اشرب يا رسول الله فشربا ثم ناولني فقلت فقلت يا رسول الله اشرب فشربا ثم ناولني فأخذت ما بقي فشربت فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي فأصبتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سواءتك يا مقداد قال قلت يا رسول الله كان من أمر كذا صنعت كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه إلا رحمة من الله ألا كنت آذنت لنوقظ صاحبيك هذين فيصيباني منها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس حثنا علي بن اسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنية الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميل لين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم من هم من يأخذه إلى عقبيه ومن هم من يأخذه إلى ركبته ومن هم من يأخذه إلى حقويه ومن هم من يلجمه إلجاما حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلمين حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نوفير وعمري بن الأسود عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأميرة إذا ابتغربت في الناس أفسدهم حدثنا هاشم بن القاصم حدثنا الفرج حدثنا سليمان بن سليمين قال قال المقداد بن الأسود لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابني آدم أشد انقلابا من القدر إذا أجتمعت غليا حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شيهاب عن عمه أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخياري أخبره أن المقداد بن عمر الكيندي وكان حليفا لباني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتن فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذى مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال حسنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شيهاب عن عمه أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخياري أخبره أن المقداد بن عمر الكيندي وكان حليفا لباني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتن فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذى مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال حثنا عثمان بن عمر أنبأنا مالك عن سالمين أبي النظري عن سليمان بن يسار عن المقدادي بن الأسود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال إذا وجد ذلك أحد فلينضح فرجه قال يعني يغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة حثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل من أهل حمص البجلي حدثني المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقدادي بن الأسود عن أبيها أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاج به الأيمن والأيصر ولا يصمد له صمداً حثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقي تحدثني الوليد بن كامل عن الحجر أو عن أبي الحجر بن المهلب البهراني قال حدثتني ضبيعة بنت المقدام بن معدي كربا عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكنه يجعله على حاج به الأيسر حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقدادي بن الأسود قال قدمت المدينة أنا وصاحب فتعرطنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى منزله وعنده أربع عنوز فقال احتلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء وأعطي كل إنساء جزئه فكنت أفعل ذلك فرفعت للنبي صلى الله عليه وسلم جزئه ذات ليلة فاحتبس وابتجعت على فراشي فقالت لنفسي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار فلو قمت فشربت هذه الشربة الشربة فلم تزل بحتى قمت فشربت جزئه فلما دخل في بطني وتقار أخذني ما قدوم وما حدث فقلت يجيء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ضمآن ولا يرى في القدح شيئا فتسجيت ثوبا على وجهي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع ليقضانا ولا يوقظ النائم فكشف عنه فلم يرى شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اسق من سقاني وأطعم من أطعمني فاغتنمت الدعوة وقمت فأخذت الشفرة فتنوت من الأعنوز فجعت أجسهن أيهن أسمن لأذبحها فوقعت يدي على ضرع أحداهن فإذا هي حافل فنظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل فنظرت كلهن فإذا هن حفل فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت اشرب فقال الخبر يا مقداد فقلت اشرب اشرب ثم الخبر فقال بعض سوءاتك يا مقداد فشرب ثم قال اشرب فقلت اشرب يا نبي الله فشرب حتى تضلع ثم أخذته فشربت ثم أخبرته الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه فقلت كان كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة نزلت من السماء فلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك فقلت إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبال من أخطأت حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ميموني بن أبي شبيب قال جعل يمضح عاملا لعثمان فعمد المقداد فجعل يحثو التراب في وجهه فقال له عثمان ما هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحن فاحثوا في وجوههم التراب حسنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد أن سعيد بن العاصب عاث وفدا من العراق إلى عثمان فجاءوا يثنون عليه فجعل المقداد يحثو في وجوههم التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدحن التراب وقال سفيان مرة فقام المقداد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحثو في وجوه المدحن التراب وقال الزبير أما المقداد فقد قضى ما عليه حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريح حدثنا عطاء عن عائشي بن أنس البكري قال تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي إني رجل مذاء وإني أستحي أن أسأله من أجل ابنته تحتي فقال لأحده ما لعمار أو للمقداد قال عطاء سماه لعائش فنسيته سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ذاك المذي ليغسل ذاك منه قلت ماذاك منه قال ذكره ويتوضى فيحسن وضوءه أو يتوضى مثل وضوءه للصلاة وينضح في فرجه أو فرجه حسنا يحيى عن وإلي بن داود قال سمعت عبد الله البهية أن ركبا وقفوا على عثمان بن عفان فمدحوه وأثنوا عليه وثم المقداد بن الأسود فأخذ قبضة من الأرض فحثاها في وجوه الركب فقال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المدحن فاحثوا في وجوههم الترابة حسنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همامي بن الحريث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثوا في وجهه الترابة يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المدحن أن نحثوا في وجوههم الترابة حان عبد الرحمن عن سفيان عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه الترابة وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المدحن الترابة قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أنبأنا مالك عن أبي النظري مولى عمر بن عبيد الله عن سلمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضى وضوءه للصلاة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همامي بن الحارثي أن رجلا جعل يمضح عثمان فذكر مثل معنى حديث سفيانا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن شيهاب عن عطائي ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخياري أنه قال أخبرني أن المقداد أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فاختلفنا ضربتين فضرب أحد يدي بالسيف فقطعها ثم لاذا مني بشجرة فقال أسلمت لله أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قلت يا رسول الله إنه قطع أحد يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقاتله فقال رسول الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر معمر عن الزهري عن عطائي ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخياري أن المقداد بن الأسود حدثه قال قلت يا رسول يا رسول الله أرأيت فإن أختلفت أنا ورجل فذكر الحديث إلا أنه قال أقتله أم أدعوه؟ شكرا شكرا